معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور حسين علاوي الخبير العسكري والستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا اليوم العسكريا على ماذا قادر التنظيم؟ كيف قادر أن يعرقل العمليات الانتخابية وينفذ تهديده؟ يعني أكيد عسكريا هو لا يمتلك القدر العسكرية التي كان التنظيم الإرهابي يستخدمه سواء في عام 2014 2015, 2016 وكذلك 2017 وبالتالي كل القدرات العسكرية قد أجهزت إجاب تام منه لكن تبقى التأثير الأمني لهذا الخطاب يبقى هاجز أمام القوات الاستخبارية وكذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية التي هي مستعدة استعداد تام بالتعاون مع المفوضية العلية المستقلة للانتخابات وهناك خطة أمنية كبيرة جداً للمفوضية العلية المستقلة للانتخابات في غرفة مشتركة مع قيادة العمليات المشتركة والقوات العراقية المشتركة المنتشرة لحماية 5800 محطة انتخابية ستكون هذه المراكز الانتخابية في كل العراق وبالتالي الحكومة العراقية كذلك منتزمة بتوفير الأمن والحفاظ على الأمن والاستقرار للبلاد أثناء عملية الانتخابات وما بعدها وما قبلها هل من جهات داخلية ممكن أن تستفيد من هذا الموضوع إذا ما حدث أو لنشر الفوضى بأي حال من الأحوال وإلقاء اللوم على داعش على أساس أنه هدد أصلاً يعني أكيد هو هذا التنظيم الإرهابي الآن يحاول أن يستثمر في حالة المخاوف الاجتماعية وكذلك القلق الاجتماعي لدى البعض من الجمهور المتردد تجاه الانتخابات وبالتالي هو يحاول التأثير في حركة ومسيرة المواطنين باتجاه مراكز الاختراع من خلال هذه البروبغندا التي خرج بها وهو لا يمتلكها نهائياً وقد أجهضت قدراته بصورة كبيرة جداً وكذلك بالمقابل القدرات الأمنية من خلال الجود الاستخباري العالي الآن للأجهزة الاستخبارية في جهاز مكافحة الإرهاب وفي الجيش العراقي وكذلك في الشرطة الاتحادية والحجد الشعبي والعشائري وكذلك مشاركة المواطنين وكضافة لأجهاز المخابرات واجهاز الأمن الوطني وبالتالي كل الأجهزة ساهرة الآن لإجهاض ما تبقى من آثار لهذا التنظيم الإرهابي في العراق ومحافظات التي سيطر عليها سابقاً وكذلك محاولة للوقوف على روح هذا الخطاب لن يكون هذا الخطاب ويمر مرور الكرام وأنما الأجهزة الاستخبارية ستتعامل معه كتهديد حالة وحالة تهديدات الأخرى التي تهدد العملية الانتخابية لكن بالمقابل نتوقع أن هناك قدرة عالية لمواجهة أي تحدي يعني يهدد المراكز الانتخابية أو حركة المواطنين المقترعين الذين سيذهبون للإدلاء بصوتهم أثناء التصويت العام وكذلك بالمقابل الحفاظ على أمن المرشحين وكذلك الحفاظ على حركة المجتمع العراقي باتجاه أجواء انتخابية متميزة مظاهر الأجراءات الأمنية المشددة بهذه الفترة هل نشهدها منذ الآن؟ أكيد سترتفع طبعا درجة الانتباه الأمني ودرجة التحوط الأمني وبالتالي قد يجري الآن أن يكون هناك التعامل مع الحماية الأمنية من ناحية استخبارية وليس من ناحية عسكرية لكن قد عندما سنقترب من أيام الانتخاب الأخيرة الخمسة أو الحشرة أيام سيكون هناك الاختراب عسكري وظهور عسكري أكثر للقوات الأمنية من أجل إعطاء رسالة ثقة عالية جدا إلى المواطن أن القوات الأمنية ملتزمة بالحماية للمواطنين وهي ساعية لهذا الموضوع وهذا ما يثير حقيقة هذا التنظيم الإرهابي الرسالة التي تقدم بها أبو الحسن المهاجر الإرهابي يحاول أن يبعثر الأوراق ويربك الرؤية المشتركة لدى المواطنين باتجاه الانتخابات وخصوصا في المناطق المحررة هناك رغبة عارمة في المناطق المحررة للذهاب إلى صندوق الانتخاب واختيار المرشح الأفضل لهم من بين القوائم الانتخابية التي يتشاركون بها وهذا ما يقلق التنظيم الإرهابي وما يقلق بقايا هذا التنظيم الإرهابي في المناطق المحررة أي مناطق فيها المخاوف الأكبر من أن ينفذ فعلا تهديده داعش ويستهدف مراكز الاخراء يعني أكيد نتطلع على حماية القرى والأرياف التي قد تكون بعيدة عن مراكز المدن وهذه لابد أنه حسبت بالخطة الأمنية والعسكرية حقيقة لغرفة العمليات المشتركة ما بين المفوضية العلية المستقلة للانتخابات وكذلك القوات الأمنية بكل صنوفة المنتشرة في كل أنحاء العراق وبالتالي هذا التنظيم الإرهابي سيحاول قد لا يستخدم السلاح الآخر وإنما يستخدم الإشاعة وبالتالي لابد أن نكون متيقظين كمجتمع ومتيقظة لأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة هكذا أشاعات تصدر من هذا التنظيم الإرهابي وكذلك بالمقابل استمرار الأجواء الانتخابية بصورة سلسة توفير خطوط الأمن الناقلة للمواطنين إلى مراكز الانتخابات لمنازلهم بخطوط مؤمنة من القوات الأمنية هذا سيسهم بتعزيز المشاركة الانتخابية وجود خطاب وأجواء إيجابية وهو ما يتضح الآن من الكتل السياسية نتمنى أن تتطور الرسالة الانتخابية للرد على هذا الخطاب الإرهابي ويعطى صورة خصوصا من القوى السياسية في المناطق المحررة أنهم سيغيرون الواقع الحالي لهم سيتون ممثلين حقيقيين لهم في البرلمان وهذا ما سيعطي رسالة أنهم ضد التطرف ضد الإرهاب هم متآزرين مع حكومتهم وقواتهم الأمنية في مواجهة الإرهاب خصوصا إذما أن داعش أعطى رسالة الآن للجميع أن المرشحين والمقترعين هم في مرمى واحد وبالتالي هذا هو الأساس الآن ليس فقط حتى في العراق وإنما في المنطقة الخطر هو واحد الإرهاب يجب أن نقضي عليه بدون القضاء على الإرهاب شكرا دكتور حسين علاوي الخبير العسكري والستراتيجي كنت معنا من بغداد